سلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائي معكم من المندرسفان أطلقت مايكروسوفت معادلتين رائعتين جدا وهي معادلتين جروب باي وبيفت باي هذين معادلتين أيضا تعتبر من أقوى ما أطلقته مايكروسوفت وستقوم بتغيير طريقة حاملنا مع الكثير من الأفكار والمهام في الإكسل فدعونا نشرحها لكم في هذا الفيديو نبدأ بمعادلة جروب باي فلو لدينا هذا الجدول يحتوي على مبيعات لبعض القطع لدينا الفئة والفئة الفرعية والتاريخ والكمية والكلفة لو أحببنا إظهار تجميع بحيث أعرف مجموعة تكلفة على مستوى كل فئة فهذا كان سابقا يتم بطريقتين إما أعمل جدول محوري في الديبل من قائمة انسيرت عن هذا الجدول طبعا ثم أوضع الفئة الكاتيجوري في الصفوف روز والتكلفة كوس في الفاليوز القيم لأن نستطيع مشاهدة كل فئة ومجموعة تكلفة أمامها وهذه النتائج هي مع الجداول المحورية نستطيع التعامل معها بأي طريقة تعجبنا أو بإمكاني أنسخ عمود الفئة لمكان جانبي وأمسح منه التكرارات من خيار Remove Duplicates من قائمة Data ثم على طريق دهلة SumF أستخرج النتائج لكل واحدة منهم بحيث أولا أحدد المجال المشروط Range وهو عمود الفئة الكاتيجوري ثم المعيار لكريتيرية وهي الفئة الأولى من هذا المجال وأحدد بعدها على مجال SumRange وهو التكلفة الكوس وبالسحب بمطبض التعبئة نحصل على النتائج للجميع الآن هذه النتائج قوية طبعا إن كانوا استخدمتها من طريق البيتابل أو الصمف ولكن كانت تاخذ مننا جهد ووقت خصوصا لو كثرت معانا الأفكار هذه طبعا سبق وشرحناها يا جماعة بكل التفاصيل تستطيعون مشاهدة شرح الجداول المحورية أو شرح تعامل مع المعادلات الإحصائية كما الصمف بفيديوهات منفصلة شاهدوها من الوصف أصدقائي الآن معانا معادلتين جديدتين أطلقتها مايكروسوفت تقوم بهذا التجميع بطريقة أسهل فخلونا نشوف طريقة استخدامه لو بدأنا مع معادلة جروب باي لعملية التجميع هنا لدينا عدة عناصر نستطيع استخدامه أولا الروفيل وهي الصفوف التي نحتاج التجميع على أساسه وهنا نحتاج الفئة الكاتجوري أن يتم تجميعه نضع فاصلة ثم الآن الفاليوز ما هي القيم التي تريد وضعها بجانبه يعني بعدما تتجمع الفئة تحت بعضها البعض ما هي القيم التي تريد حسابها بجانبه أنا أحتاج أن أضع بجانب كل فئة مجموعة تكلفة الكوست فمعناها أحتاج بالقيم أعين عمود الكوست وهذا اللي نريد نحسبه بجانب القيم المجمعة ثم فاصلة نضع الآن طريقة حساب القيم اللي حددناها في قسم الفاليوز يعني عمود الكوست اللي حددنا ليتم حسابه هل نريد أن يتم جمعه أو حساب المتوسط له أمام كل فئة وإلا حساب أعلى قيمة أو ما إلى ذلك فهنا نختار اللي نريده لو اخترنا صم خلينا الآن نطبق المعادلة قبل الإكمال ببقية العناصر لنجد للمخرجات الآن كل فئة من الفئات يظهر أمامه المجموعة الكوست التكلفة مثل ما طلبنا وحتى التوتل الإجمالي الكلي يقوم بإظهاره لنا هذا الأمر أسهل بكثير من الفكرتين السابقتين برأيه لأن هذه معادلة تجميعية تتحدث بمجرد ما غيرنا أي قيمة من قيمة جدولة والجميل أن الحساب ليس فقط صم نستطيع تغيير طريقة الحساب إلى أفريج أو ماكس أو من أو أي قيمة من هذه ليظهره لنا أيضا لدينا البرسنت أوف وليقوم بحساب النسبة المئوية لمجموعة التكلفة حسب الإجمالي الكلي وطبعا أيضا نستطيع التحديد على هذه ونغير تنسيق الرقم من النسبة المئوية البرسنتيج حتى يظهره لنا كما نشاهد هذا الكلام رائع جدا لحسابه بمعادلة لا يتطلب منا سوى تغيير بعض الخصائص فيها لتظهر لدينا هذه النتائج وهذا التقرير الجميل باستخدام معادلة واحدة الجميل والرائع هنا أننا نستطيع التجميع على أكثر من عمود ليس فقط على عمود واحد كما كان الفئة هنا نستطيع مثلا بالقسم الأول التحديد على الفئة والفئة الفرعية ليقوم بتجميع النتائج على مستوى الفئة الكاتيجوري وعلى مستوى الصبكاتيوري خلونا بس نغير طريقة الحساب لا صم فنشاهد الآن كيف يتم التجميع على مستوى عمودين والنتائج أمامها تظهر ويمكن طبعا زيادة النتائج التي نحتاج أن نخرجها وليس فقط عمود التجميع أيضا نستطيع زيادة أكثر من عمود لحساب الفاليوز فلو مثلا بنا عمودين لأن يتم حساب النتائج لا إلها وليكن عمود الكوانتيتي وعمود الكوست فنحددهم سوية وبالضغط على انتر نستطيع الحصول على النتائج خلونا نقرأ بقية العناصر في داخل هذه المعادلة لنجد بعض الأمور الجميلة فيها العنصر الرابع وهو عنصر الفيلد هيدرز عناوين الأعمل فهنا يسأل هل التحديد الذي قمنا فيه هل يحتوي على عناوين أم له الافتراض لا أي أن التحديد لم يكن يحتوي على عناوين لو حددنا نعم مع العناوين نستطيع اختيار الخيار الثاني أي تم التحديد على عناوين ولكن لا تظهرها في النتائج أو الخيار يعني ما تم التحديد على عناوين ولكن يخلي المعادلة تنشئ عناوين وهذا رح يخلي يطلع للتأكيد على أن التحديد كان يحتوي على عناوين ونريد من المخرجات أن تظهر بع العناوين أنا لم أحدد على عناوين فممكن أتجاهل هذا العنصر أو أختار نو من الخيارات العنصر اللي بعده وهو هل تريد إظهار الإجماليات التوتل اللي صار بالأخير نحن ظهر لدينا الإجمالي فالصف الأخير لو حبينا نخفيه فنختارنا أو ممكن اختيار جراند توتل ليظهر الإجمالي الأخير اللي هو أساسا كان طالع ولكن تستطيع اختاره من هنا وأيضا لدينا جراند أنصب توتل حتى يظهر لك المجاميع لكل في أمن الفئات وهي تسمى الإجمالي الفرعي فلو حبينا نظهر الإجماليات الفرعية والإجمالية الكلية نستطيع اختيار هذا الخيار ليظهر كل قسم الديجيتال كاميرا والفتنس وهذولا كل الإجمالية تبعهم يظهرهم إن كانوا لعمون الكوانتيتي أو لعمون الكوست الخيارين هذه كانت إظهار الإجمالي والإجمالي الفرعي في الأسفل لو حبيت أن يكونوا في الأعلى فلدينا الخيارين الأخيرين لو حبيت تظهر لجراند توتل أتوب فيظهر فقط لجراند توتل في الأعلى لو حبيت تظهر الإجمالي والإجمالي الفرعي في الأعلى فاختيار grand and subtotal خلونا نرجعهم لا فقط لgrand total حتى يكون في الأسفل القسم اللي بعده وهو ترتيب هذا الجدول sort order لو حبينا نرتب هذا الجدول مثلا على التكلفة فهو العمود الرابع فنكتب هنا أربع هذا الترتيب يكون تصاعديا يعني من الأقل إلى الأعلى لو حبيت أنه يكون تنازلي من الأعلى إلى الأقل ففقط نخليه بالسلب يعني ناقص أربعة ليتم الترتيب بشكل تنازلي من الأعلى إلى الأقل للعمود الرابع أما الخيار الأخير فهو الفلتر وهو خيار جميل جدا لو حبينا أنه جدول هذا يتم تجميعه فقط للقيم اللي تكون فيه الكمية أكبر من عشرة فهذا الشيء جدا جميل نستطيع هنا تحديد عدد كوانتيتي ونقله أكبر من عشرة ليتم بذلك إخراج التجميع فقط الكميات التي تتجاوز عشر قطاع فهذا الأمر يا جمع رائع جدا بمعادلة واحدة تستطيع إظهار كل هذه الإمكانيات مع أفكار جميلة لا أعداد التقارير وإخراج النتائج بحرفية وهذه المعادلة تتحدث بمجرد ما إنك غيرت أي قيمة من قيم الجدول هذه كانت معادلة جروب باي وهي تقوم بالتجميع بهذا الشكل لدينا أيضا معادلة تقوم تقريبا بنفس الإجراءات وهي البفت باي تقوم أيضا بعملية التجميع بشيء مشابه جدا لعملية الجروب باي ولكن طريقة إخراجها للنتائج بشكل مختلف قليلا لو رحنا على الشيط الثانية خلونا نشتغل الآن مع البيفت باي حتى نقوم بالتجميع عن طريق البيفت باي أول شيء نحتاج الروفيلد وهي الصفوف التي نحتاج التجميع على أساسها كما كان مع الجروب باي وهي مثلا الكاتيجوري الآن العنصر الثاني وهو الكولومفيلد وهذا جديد ما كان بالجروب باي وهي التجميع لكن على مستوى الأعملية يعني مثل ميزة الجداول المحورية بأنه تضع شيء في الصفوف وتضع شيء في الأعملية فهنا ماذا تريد أن توضع في الأعملية؟ أيني أوضع السنوات في الأعملية؟ فأحدد على عمود السنوات فاصلة العنصر الثالث القيم الحسابية التي نريد حسابها أي القيم التي تريد حسابها وهي وليكن عمود الكوست فأحدد عليه ثم فاصلة العملية الحسابية وأيضا هنا لدينا نفس الأمر أن يتم حسابها باستخدام التجميع الصم أو المتوسط الحسابي أو نسبة مئوية من الإجمالي تبع من نفس معادلة الجروب باي نختار مثلا التجميع سن خلينا نضغط على انتر حتى نشوف النتائج مبدئيا فنشوف كيف التجميع ظهر على مستوى كل فئة وفي كل سنة من السنوات ظهر لدينا النتائج هنا هذه السنوات كان هنا المقصد بالتجميع على مستوى الأعمدة أي الأعمدة الآن تظهر كل سنة من السنوات بهذا الشكل وهنا عندنا إجماليا اللي هو إجمال الصف وإجمال العمود والجميل أيضا هنا إنه نستطيع التجميع على أكثر من عمود أو النتائج الأعمدة نستطيع حسابه على أكثر من عمود فلو مثلا خذنا بالقسم الأول أن يتم التجميع الصفية على أكثر من عمود مثل عمود الفئة والفئة الفرعية على الكاتيجوري وصب كاتيجوري لنجد كيف قام بإظهارهم الآن كل فئة وكل فئة الفرعية تظهر على الإجمال على كل سنة خلينا أرجعهم لحتى تكون على مستوى كل فئة ولكن أنتم أتوقع صرعتكم المفهوم لهذا الكلام أن نقدر نحدد أكثر من عمود إن كانوا على مستوى الصفوف أو إن كانوا على مستوى العمودة أو حتى إن كانوا على مستوى الفاليوز القيام الحسابي خلونا نشوف بقية العناصر بالمعادلة عنصر الفيلد هيدرز وهي نفس اللي شرحناه مع معادلة الجروب باي هل تحديدك يحتوي على عنوين أو لا وهل تريد إظهار العنوين أو لا الافتراضي هو no أي أن التحديد لا يحتوي على عنوين خيار yes but don't show نعم التحديد يحتوي على عنوين ولكن لا أريد إظهاره no but generate يحتوي التحديد على عنوين ولكن أريد أن يتم إنشاء عنوين للتحديد وإظهاره أيضا yes and show في حال احتوى التحديد على عنوين وتريد إظهاره فيتم اختيار هذا الخيار سأختار أنا الno وهو الافتراضي أساسا اللي بعده في حال حبيت تظهر الإجماليات التوتلز أولى ولدينا نفس الشيء لإظهار الإجماليات الكلية لقران توتل أو الإجماليات الفرعية لقران توتل الصبتوتل لو حددت أكثر من فئة التجميع طبعا نحن ما عندنا إلا فئة عامة فبالتالي الصبتوتل هنا لا يمكن يظهره وكذلك الأمر عندك خيار أنك تريد تظهره في الأعلى أتوب أو تخليه بالإفتراضة أنه يكون في الأساسا سأختار لإظهار الإجماليات الجران توتلز والآن ترتيب الصفوف هل تريد أن يتم الترتيب الجدول على أسماء الفئات فنختار واحد لترتيب الأسماء تصاعديا ناقص واحد سيرتبه تنازليا أما لو حبيت ترتب بناء على القيم فتختار اثنين للترتيب تصاعديا بناء على أجمال النتائج ولو حطيت ناقص اثنين فرح يترتبون تنازليا وهنا فقط واحد واثنين لأنه عدنا حق الألفئات وعدنا القيم الحسابية لو حبيت ترتب على الفئات فهو واحد ولو حبيت ترتب على النتائج اللي ظهره فهو اثنين الآن العنصرين الباقية وهي للأعمدة فهذه كانت للصفوف أما الآن هذه للأعمدة كولوم توتل دبث هل تريد إظهر الإجماليات الفرعية أو الإجماليات الكلية أو ما تظهر شيء لو حبيت تكون للأعمدة يعني تظهر أو لا خلونا نظهرها واللي بعد هو ترتيب الأعمدة هل تريد ترتيب تصاعدي فممكن نقول واحد أو ترتيب تنازلي أي السنوات تترتيب تنازليا فنكتب ناقص واحد راح نرجع على واحد للترتيب التصاعدي وآخر شيء كما كان في الجروب باي هل تريد عمل تصفي إلى الجدول بحيث فقط يقوم بتجميع للقيم من جدولك الأصلي عد أشياء محددة مثلا أنا أريد هذا الجدول يتم فقط تجميعه لكل النتائج ما قبل الشهر السادس عام 2023 فممكن هنا نحدد في الفلتر على عمود تواريخ وليكن وإنه يكون أقل تماما مثلا من الشهر السادس 2023 فرح نجيب معادلة date وبين قوسينا نحدد أول شيء السنة وهي 2023 الشهر السادس ثم اليوم نحدد واحد وبإغلاق القوس ثم إغلاق القوس الآخر للبيفت باي بالضغط على انتر ستظهر فقط النتائج اللي كانت قبل الشهر السادس من عام 2023 وبهالشكل الصيقائي يتم التعامل مع المعادلتين الرائعتين جروب باي وسبتودل المعادلتين أنا أشوفها من بين أجمل وأقوى المعادلات في برنامج الكسل هذه المعادلات أصبحت أهميتها من أهمية كانت المعادلات الإحصائية الكونت إف والصم إف الآن ضمن معادلة واحدة نستطيع القول إنها ستقوم بتغييب عمل وتقليص عمل الصم إف والكاون إف اللي كنا نشتغلها بشكل كبير جدا مع معادلتين إن كانت مع معادلة جروب باي أو معادلة أصبحت أتمنى أن يكون الشرح واضح أصدقائي وأن تفيدكم المعادلة في إخراج النتائج مساء لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر